السلام عليكم ورحمة الله عزيزي الفقه غير جبت لكم واحد سواء تحبوه سواء تكرهوه اللي يشوفوه يحبوه والله يكرهوه يحبوه خطاكش يحس فيه نبرة عواحد يحب الجزائر الكثير من الكلمات التي قالها منذ زمن 25 سنة هو يندد بهذا المنظومة الفازية ده في الجزائر تحس بي بلي يحب الجزائر صح تحس بي نبرة الصدق والجزائري اللي كاره الوضعية اللي يعيش فيها شعب الجزائري في بلدنا تكرهوه خطاكش تحس بي سيد روي كريتيكي في الجزائر من وراء البحار ويسمى صح كما يسميوه أعداء الأياد الخارجية على الصح الكلام الذي يقوله حق طارة ومجرح طارة أخرى لكنه يصب في مصب واحد هو حب الجزائر محمد العربي زيطوت رأوا معنا عزيزي الفقه غيروش قاله في الجرنال المسأل بك بارك الله فيك شكرا جزيلا لقبولك الدعواء لابني بلي عندك بزيف أشغال أراك من تلفازة لتلفازة قلت لهما يقدروا يخدموا يوم بخرج في طرق يسر كينا الناس بزيفهم يتبعوا فيك على مواقع التواصل الاجتماعي سيد محمد العربي منذ سنوات لكنهم يجهلون منهم خاصة الشباب يجهلوا شوية بليرة كنت ديبلوماسي وكنت من خيرة ما أخرجته المدرسة العليا للإدارة في الجزائر تكنت نائب سفير الجزائري في ليبيا بداية التسعينات هل صحيح أنه في نفس الوقت كان معك جنينا نتوفيق حياك الله أخي عبغاني وحيا الله المشاهدي الكرام قبل الله صلاة وقيام وصيام جميع واعد مبارك أربما يكون قدوها ولا يكون اليوم ولا يكون نام لا جنينا نتوفيق لا كان أعتقد حتى 1987 بينما أنا وصلت لليبيا في نوفمبر 1991 لكن أردت شوية الأثار وطبعا أنا ذاك ما كانش عنده قيمة كبيرة يعني ما هو على الأقل ما رتبة كنت عندي ما رتبة كنت عندي أعتقد أنه كان في ليبيا كان رايت كان كوموندون كان كوموندون وكثين خرجوا من ليبيا 87 فيما أظن سمى خرج كوموندون 87 في 92 أو جنرال نعم سمى كل عام يطلع بنجمة هو يقول العسكر المفرض أنه يطلع ما بين 5 سنين و7 سنين لأحساب المناسب لكن الغريف الأمر أنه هو من الناس اللي يعتقد اللي اخذاه هو ومحمد العماري أيضا اللي اخذاه ترقيات استثنائية بمحمد العماري كان ليت نوكوروني 1988 أو جنرال كوردارمي يعني فريق في 94 هل صحيح بلي كان المونطور تاحهم الولي تاحهم يكان يغطيهم ويطلعهم بهذه السرعة المكوكية كان متواجد في الجزير في قاس الحكومة العربي بالخير العربي بالخير العربي بالخير لا يوجد شك في ذلك ما كانت عنده القدرة لكي يطلع واحد منكم وضع الجنين العربي بالخير كان هو الرئيس الفعلي في الثمانينات وفي التسعينات سحب شوية شادلي إنسان طيب إنسان مجاهد طيب بصح يحب سيادة كثير يحب يلعب الكارطة يحب يلعب بان فيبان يحب يلعب يحب يلعب دومينو كما زروال دايور بصح هذا ما فيه الشك أنا شادلي تحسب عليها أنه تخل التاريخ تحليل الجزيريين حري التعبير التعددية السياسية حاول يدير الدولة المدنية برغم أنه عسكري يعني فيها شيء هل يفتح باب الحوار قبل أن يتحدث عن الوئة المواطنية زروال كان خليط وقته في الحقيقة تقدر تقول باللي زروال أيضا منها تطينة بكل تأكيد اللي عندها إخلاص للوطن وكذا لكن في إخلاص راح في اتجاه الخاطئ يعني الإخلاص اللي يفهمه هو بللي مشا في اتجاه استئصالين تلعبو به وهو فهم هذا وقالها للناس حتى في لقاءات خاصة بعد مغادرة هل تظهر الأسباب بسطن في صيف 98 بعد المجازر الرهيبة وكان عارف وكان عارف بللي كان عارف بعض المجازر بعض المجازر على الأقل إلا مشي أكثرها كانت تديرها الاجهية تعدي إرس وش وش اللي خلى محمد العربي زيتوت عندي باسبور أحمر ديبلوماسي يدي عشر ليف لهم 16 دولار يطيش الباسبور عرض الحائط ويعطيها لا أخفيك ما كان قرر سهل كان قرر سهل لكن كان قرر تراكمي يعني تراكمت الأيام أنا من 92 كنت نشوفهم قيل لكن كنا في ليبيا نذاك لم يكن لأنترنت لم يكن فضائيات لم يكن أرى تجيك شوية الجرائد والله المعلومات الخاصة العلاقات الخاصة تسر نعيب سافير يجوك ليدو نعم العلاقات الخاصة العلاقات الخاصة لا تجيكش على الشأن الداخلي في الغالب تجيك على الشؤون الخارجية يعني العلاقات الخارجية لكن تجيك على علاقات خاصة كانوا موظفين كبار يأتيوا إلى ليبيا خاصة لما غلقوا على الجزائريين دول غربية خاصة غلقت على الجزائريين حتى بعض الدول العربية بمناسبة غلقت على الجزائريين السفر فكانوا يأتيوا كثيرا إلى ليبيا ومن ليبيا يسافروا تعرف خطوة جوية كثيرة كانت غلقت إلى آخرة فكانت بدأت تتراكم الأمور ابتداء من نهاية 1993 بدأت تتراكم بالجية هذه وقيلة ما هي الجية كما رأينا سمعين الجماعات هذه وقيلة ما هي مركبول إحياء وقيلة الجماعات هذه بدأت تتراكم المعلومات وخاصة كان لدينا رأي مخابرات وهو كان مسؤول ديريس شوية عنده لسنة طويل فمرة مرة يخرج كلمات بدون ما يقول فأكد هذه السنين اللي عقبتها في ليبيا رحت تعشيت عن القذافي لا بالرغم أني دعيت لكن أتذرت شعب أبدا أتذرت للسفير محمد سعيد الله يرحمه توفى العملي فات وقتلوا عفيني يعني بالرغم أنه قال يرأنا مدعوين هو كسفير وأنا تقريبا عمليا كنت النايب نتاعه قال لي مدعوين نحضر روحك بش نقتلوا عفيني زعج شوية لكن أصر لكن قتلوا عفيني كان جزائريين بزيف كانوا يروحوا للحج والعمراء بالطريق وفي منتصف تسعينات لم دخلني الذاكرة كانوا جزائريين حبسو في مصر وحبسو في ليبيا قبل نجاوك على هذه بارك اللي نسألتني في السؤال قبل وشوية قلت لي كيفاش خليت كل هذاك القطرة اللي عفاظت الكعس بعد ما بديت نشك باللي الجوية مخترقة ودخلت تحرك فيها شوية الديارات كان شوكوك في البداية لكن القطرة اللي عفاظت الكعس بدأت إذا شئت من لما رفضوا عقد روما اللي سموها عقد سنتي جيديو وصرق عليه الهول هذاك إلى آخره فلما رفضوه بالطريقة اللي رفضوها فيها وشعرت باللي رام دخلي البلاد في الحيط يعني بكل ما تعنيه الكلمة لكن القطرة اللي عفاظت الكعس كنت أنا يومها في جزائر في ما بين ربعة جويلية وعشرة جويلية خمسة وتسعين خرج علينا ويحية ما زال ويحية خرج علينا ويحية وقال باللي الحوار فشل مع مع قادة الفيس واحنا ماشيين الانتخابات والاستئصال وا 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 إلى آخره قررت سيومها بللي لا الباسبر الأحمر ولا العشرة لف دولار في الشهر ولا المركز الاجتماعي ولا الحياة اللي عايشة هذه كلها ما تسوي ولا شيء مع كلمة حق كثير من رفقاء دربك تعال ديبلوماسية ربضك صفراء تدام 99 دولة صفراء ساعة ساعة متغيضك كنت حمار وقرار سيء نقول لك حاجة هذا قرار هو أخطر قرار تخطف حياتي لكن أعظم قرار اعتقدني تخطف حياتي ماهوش سهل كلفني كثير تاعبني كثير لكن طبعا أجرنا إن شاء الله على ربي هو هذا الأصل لكن أشعر باللي شوف ما فيش أفضل من أن أنت عندك القوة أنه واحد ما يتحكم فيك وأنك تقول رعيك وتقول ما تعتقد أنه الحق بدون خوف بدون وجل لا على الدراهم ولا على الأسرة ولا على البوست ولا على هذه أعظم شيء أعتقد أن الإنسان لما يتحرر ويوصل لهذه الحالة تشعر بشيء عجيب صدقني عجيب بأتمة عن هذه الكلمة يعني تشعر بوحد الراحة بوحد العمب ووحد الشجاعة ستنائية أخبرت عن الحجاجات وكل المحتملين الجزائرين لم يتحرروا إلى مصر كان هناك قصة جزائرين كان بناتهم أخبرت أن تتحدث كان بناتهم كثير منهم بوجراء منهم بوجراء كان يسمى الشيق بوجراء كان هناك قصة وكما تحرروا كان يتحدث عن حجاجات وكما تحرروا كان هناك قصة الحجاجات في الجزائرين ويقصة مثيرة لكن يتحدث عن حجاجات ويقوموا بإجراء الحج المصريين قرروا يقوموا بإرهابيات ويقوموا بإرهابيات في 94 الناس الذين يصلوا إلى الحدود في مصر رجعوا وعندما رجعوا رجعوا إلى ليبيا وقعدوا في طرابلس على أساس أن تشوفوا كيف تدير السفارة كيف تدير الحكومة الجزائرية لكي تشوفوا مع المصريين وكانوا الجزائرين أيضا اللي كانوا جايين ما رحوش ما كملوش الحد المصرية وكل عادة ما درتوالو ثم في السفارة ما درناوالو في البداية لأنه في البداية بدأت برك تجي معلومات هكذا باللي في جزائرين حتى لوصل لعدد سبعمائة أو ثمانية ونهار جاءت دخلنا للسفارة مع أصباح أعتقد في حدود عشرين أفريل حاجة كما أقدر وصلت معا تسعة وربع يمكن نشوف شبه مظاهرة يعني قدم السفارة وهذا مشيليبيين والجانب والجزائريين يعني العدد هذا منين أنا عارفين هناك جزائريين لكن كانوا هاربين خاصة من ما يسمى بالإرهاب والعنف فسألت الحارس قال لي هذو الحجاج قال لي هذو اللي رام يقول لي موجودين في سحر الخضراء قال لي قال لي قال لي بسحراء السفير ينتظر فيك في المكتب وقال لي مجرد ما توصل أطلع عنده مباشرة فوصلت حتيت محفظتي في المكتب وصلت عن السفير وجدت عنده مسؤول الأمن اسماء حسين بن ناصر حسين حسين بن ناصر قال لي راكشفت راهم الناس هنا ورام يهدوا باش يدخلوا للسفارة وراوسي حسين يقترح باش نبعثوا له الشرطة الليبية تجريت تعطيهم العصا وطرحلهم مبكري مبكري عرفوا غير العصا لديبلوماسيين ومسؤولين ماذا لغة الحوار ماذا لغة الحوار ماذا لغة الحوار للأسف لأسف هذه العقلية فأنا استغربت قلت له راكشفت برائية قال لي نعم قلت له سيحوسين قبل نشوف معسي محمد أنا مسؤول علاقات ثنائية وبالتالي أنا مسؤول عن ملف مباشر قلت له نستغرب نستغرب في هذا الطرح هذه للرجمة راح يحجوا هذه لا يريد من لصوس قلت له بأن هناك رهابيين قتلة قلت له لا بأن هناك رهابيين لنهتوا نحجوا نعاونهم ما نعاونهم بينهم ما نعاونهم السافير قال لا يعمل بالطبع تقدره فطبعاً زعج شوية الأخونا بن ناصر قال لا لا هذا كله ما ضيعت وقته ونحن معناش الوقت وكذا السفير قال له لا الفكرة تعسيم محمد جيدة هذو ناس يحج ونحن ما نعاونوهم ولا نخلوهم فطبعاً شعر شوية بغضب قال سامحوني راح أنا بديت ندير فيه إجراعات قضية طويلة المهم مشكلة كان شخصية اللي كانت مجواجدة ومبعد ولا وزير الشخصية كانت مجواجدة هو بجراء بجراء من بين الناس كانت مجواجدة كانت مجواجدة وكانت مجواجدة بجراء معهم فالتي كانت مجواجدة من المساعدة مع السفير وكيف يمشي الأمور عندما كملت الحديث قال لي عرفت هذا الشيخ بجراء فأنا رأيت شخص كان في وضع مزري صراحة قميص متسخ وليبس شنغلة بليغة كما يقولون وعشعث أغبر فصراحة غضني الحال يعني قلت له ناديلو ناديلو يعني جبت ودخلته هكذا طلعت معي المكتب تحدث معه شوية مرحبا بيك شيخ أنا كنت نعرفه وكان يكتب واحد الكتيبات صغار هكذا في ثمانينات لما كنت شاب صغير بديت نقراهم مرحبا بيك إلى آخره كيف شركوا هنا قال لي والله هانا ورنا في ميزيريا كبيرة وعننا عشرية متحمم ناشو ومكلي ناشو رام غير ليبييني تصدقوا علينا في الساحة الخضرة قلت له لماذا لم يأتيوا من قبل قال لي ناس خايفة قال لي لأنه صارت شاعب لي السفرة ترجحهم من ليبييني قلت له لا راح إن شاء الله نبحثوا على حالي إلى آخره قلت له مع أمرك هنا قال لي جينا في حافلة جينا في بيس وراني أنا وزوجتي ونسيبتي وكذا قلت له طيب شوف اليوم راني مشغول لكن غدوة راني نمر عليك ونبع السايق إن شاء الله يخذكم نروحوا للبيت وتأكلوا تشوفوا فأخذته للبيت أخذ حمام زوجته ونسيبته قليتهم في الدار مع الوالدة وفي زوجتي وهو قلت له شوف كين كون هنا مرحبا بك في أي وقت فبعد هالعشية جبتوا تعشى معايا المرة الأولى المرة الثانية بعد يومين وثلاثة أيضا جبتوا تعشى معايا فالمرة الثانية في الحقيقة نجلس له بدينا نستلطف بعضنا إلى آخره قلت له بمفضل إذا كان لديك مشكلة يعني أخذي ماذا سراء البوسليماني الله يرحمه لأنه أنا ذاك كان شيخ محمد بوسليماني خططف في نوفمبر 1993 إذا كان ذاكرتي جيدة وكان قتل في جونفير 1994 بوسليماني طبعا ناس ممكن ناس ما تعرفوش كثيرا الآن الشيخ بوسليماني أنا ذاك شخصية كبيرة وهو نائب الشيخ نحناح في الإصلاح والإرشاد وفي حماس لما كان تسمى حماس قبل ما تقول لي حمص ففاجأني صراحة قال لي الشيخ بوسليماني قلت له نحناح أنا كنت ناكله في الكسكس طعام حطيت المغرف قلت له اسمح لي قلت له نحناح قلت له من قلت له نحناح قلت له شكون نحناح قال لي محفوظ قلت له الشيخ نحناح قلت له نحناح كيف قتلوا الشيخ نحناح وأنا صدمة صراحة وقل قلت له تجريت على سكرتين مليتر هذلك الوقت ما زال مش مشورة sistem لأنني خطيت إن العبارة سكرته بتجريت على إسامات هالسكرتين مليتر قلت له تجريت على سكرتين مليتر هذه كانت من بين الإشارات اللي بدأت تظهر فينما بعد أنه هذه المجموعات مخترقة ومخترقة بشكل كبير قال لي شوف أنا ذاك نختصر لك أيضا الحديث باش من نطولهش فيه قال لي شوف اللا قلنا إحنا لما صرى الإنقلاب قسمت حمص إلى ثلاث أطرف طرف يقول باللي هذا خوتنا وهذا انقلاب عسكري وإحنا سنقف مع الحق حتى وإن كان نختلف معهم في التوجهات والأطرحات وبالتالي نمشو مع خوتنا مع الفيس طرف من الجهة الأخرى يقول باللي هذو متنطعين ومتطرفين وسلافية وداروا فينا حالة ويظلوا يسبوا فينا وضربونا في المساجد ودورنا المساجد وهذه الدولة في خطر نقف مع الدولة قال لي طرف اللي تبناه بوسلي يعني يقول شوف هذه فتنة بين الجزائريين وهذا خوتنا وهذا شركاءنا في الوطن حتى إلا اختلفنا معاهم أيضا وهاي لا صرت بناتنا هذي راح تصرى دماء وراح تصرى فاحنا من الأفضل نبقى وخيات ونحاول ونصلحوا بين خوتنا يعني قال لي هذا الكلام طبعا ما كانش عاج بالجماعة اللي كانوا الطيار الثالث والطيار الثالث كانوا يمكن فيه مجموعات مثل ما لا أذكر الأسماء كاملة الآن هو أذكر لمجموعة أسماء لكن ممكن أذكر لا أعتقد ربما أذكر عبد الرحمن سعيدي ما فائدة نحناح والطيار التيعوا من قتل شخص سليمان أنا قلت له فعلا أنا كنت رئيس اللجنة التربية في الحركة قال لي أمطردوني وقال لي أنا نسيبي بو سليماني قلت له كيف نسيبك؟ أعتقد أنه قال لي متزوجين أخوتات أو بنات العم قال لي حاجة من هذا القبيل قال لي وبالتالي أنا بو سليماني أنا وياه قال لي إحنا وياه يعني هكذا كتاب السبع هذا كلم خطير؟ فأنا قلت له لكن كيف نحناح قال لي نحناح مخابرات كانت تضغط عليه بشدة باش يصرحوا قال لي لأن المخابرات كانت تعرف والنظام جزائري كان يعرف بل اللي بدون موضي الإسلاميين معاهم رح يغرقوا لكن لما تمضي معاهم الإسلاميين يقدروا يبيعوا هذا للشرق و للغرب بل اللي الإسلاميين المعتديلين هم معنا والمطرفين هؤلاء إرهابيين فهذا مهم فقال لي بالنسبة للورقة نحناها بالنسبة للنظام كانت أساسية فقال لي ضغطوا عليه بشدة وهو شوية كانوا قال لي متذكر ضربوه في المدية بصبابة وكذا هم مرة ضربوه في المدية نحتها القصة حكالي القرضاوي هلأ في هذه الأيام السوعات اللي قضيتها مع أبو جرى سلطاني كنت تحس فيه و تظن فيه باللي يجي وقت ويستوزر لا صراحة لا بالعكس حتى لما قال لي هذا الكلام لأنه من بعدنا مشيت معها شوية أكثر باش نخشوية تفاصيل فقتلوا كيف قال لي ما لا خطفوه الجماعة قال لي خطفاته المخابرات وقال لي يوم بعد تحت الضغوطات بو سليماني مغيرش رأيه قتل ونصيبت للجماعة وهذه خدمة الجامعة لأنه تنحت العتبة واللا الاعتراض الكبير من حماس واللي مشات فيما بعد وفي نفس الوقت تبال باللي الجية قتلت واحد أساسي إسلامي معروف ومعروف العالم ومعروف الداخل فمهم отаه شيخ بجنة سلطاني بالأول اذا قد في التفاسير في مجل جرائد الجزائرية بسم الله الرحمن الرحيم قعت فيها سمائتين لا أعلم عندك في وقت على بني بعدك الشềnو Authority لا تحب أنت اردى اصداد محمد الح personajes غير متوا Pull Etoot والله لتجيدتوا هنا وأنني بزيركم لي مكيك نعم عدم وانا دمائنا ترفعهم كثيرا لا ي alguna تشح نوع أهل المثال فيك فيه في جنة المهم عشرين سنة بعد ذلك الحاديثة 21 سنة لأول مرة أخبرتها على العلن صراحة ونقول لك أيضا أخبرتها على العلن عندما اتصلت بي قبل يومين وقلت للموضوع جاءت هذه الفكرة في بالي بالي بعد 21 سنة لم أخبرتها لماذا لأني كنت في جلسة خاصة وكنت في بيتي لكن بعد 21 سنة وبعد تصرفات لي شفتها منه فوجئت صراحة يعني صدمني لأنه في الكلام انتعو لما قال لي قال لي هذك الكلام وكذا يعني شن هجوم عنيف على الشيخ نهنا هجوم عنيف والله حتى قلت في نفسي ليتهو سكت لأنني أنا أنا ما كنش متحمس شيخ نحنا حولنا نعرفه في الثمانينات لكن كان راجل مداعية إلى آخر صحيح الناس اعتبرت أنه مشا مع انقلاب يبقى في حاجات مليحة وفي حاجات مشي مليحة كما أغلبنا يعني لكن هو شن عليه هجوم عنيف اللي فاجأتني واللي خلاتني فيما بعد أشعر بصدمة أكثر من قضية أنه في ال95 لما أنا غادرت المنصب وصبحت نعارض في النظام ونكشف في حقائقه ونكشف في جرايمه هو كان رئيس لجنة الانتخابات للشيخ نحناح في الرئاسيات رئاسيات نوفمبر 95 وبعدين هو أول شخص يولي وزير من جمعة حمس أو حماس يعني فكنت إلى هذه الدرجة يوصل الإنسان به النفاق أنا لا أقول هو منافق لكن سلوك فيه يعني انقلاب من هذا إلى هذا ما الذي يجعل إنسانه أنا يوم ها سألت زوجتي لأنه صراحة قلت لماذا يقول لي هذا ما خافش مني أنا أنا أتبا سألت زوجتي لأننا لا نسخصي وزوجاتنا ونحن نسخصي وزوجاتنا ونحن نسخصي ومحن نسخصي سألت زوجتي بعد والدتي من بين أكثر الناس سألت زوجتي لولاها بعد الله سبحانه وتعالى أو في البداية كانت والدتي لكن بعد الزواج زوجتي وجودها قلاني نقدر نواجه كثير أكثر صعوبات إلى مشكل الصعوبات لعب الضرفين كبير ربي أحضر ربي إن شاء الله يرسكم بزوجة صالحة عزي الفقاقرة عبر العالم إن شاء الله قلوا آمين فكنت سألت زوجتي قلت لها يعني ضيافنا هذون مش حالهم كذا فقاتلي والله نس طيبين وكذا ونحن يبقى في سعودية كيف يبقى في سعودية؟ قلت لي رغم تقول بالليزوج أعطى له منصف في سعودية بش يدرس فيه ثانوية ورحني يبقى هناك وباعه ورغم جايبين ذهبهم جايبين دوفيز ورحني يبقى هناك فأنا ثم فهمت لماذا قال لي لأنني سألت سؤال نفسي قلت لماذا هل ما خافش؟ لأنني أنا مهما كان يعني صحيح هو ارتاح لي وشافني نصلي وشافني تعالت مع الحجة جمليح إلى آخر قلت عندما اختار الحمس الأستاذ مقري كرئيس جديد صرح بهذا القول وقال باللي سوف أخذ حقيبتي وأذهب إلى سعودية حتى الفكرة هذه يبقى له رأسي خافية هنا هل 21 سنة بعد هذا الأمر؟ نحن نحن بعد تخل في الأيتلاف الرئاسي بوجر سلطاني يتخل في الصف أو يقول كان جرس الله وسلم عيش معنا كروب القرفاطة وكستماعات التويد؟ وكأن الأستاذ مقري خرجنا خرجها كثرة أوردينير غير منتظرة في اليوم وكان عنده اجتماع مع التنسيقية صباح تلاقي معه يا حياء والعشورها قال له موني تلاقي تلاقي معه هل هذا عنده الحق بشك هو الشاف دان بارتي يقدر يديرها؟ تنسيقية يجب أن نسيق مع الناس يقولون بأنه يمكن أن ندخل معهم في مد و جذر وفي أخر مطاف تظن بأن التغيير يجب أن يكون مع هذه السلطة لا يمكن أن نقوم بإمكانهم التغيير لدينا بسبب هذه السلطة أنا دائم نجيبك بصراحة لكي لا نجيبك بديبلوماسية نجيبك بديبلوماسية ونجيبك بديبلوماسية ونجيبك بأخطر أخر بالصح صراحة نرى إذا كنت تتعامل مع الناس إذا كنت درت تنسيق أو درت كيان هكذا نوع من الكيان سياسي هكذا المتعاون وتحاول كده لازم لك في أقل شيء أنك تتشاور مع الناس هل تظن بلي أستاذ مقريو يشتح على زوج خيوت كم رامي قوله وبدأت تتيتيه هكذا تكارسيه شوية فكرة رئيس حكومة بسكوية يحييان بعد قلوا بتاتر ممكن كنوا لي رئيس أتمنى أنه عنده من الخبرة الآن 23 سنة في تعامل مع جماعة الإنقلاب جماعة اللي خربوا الجزائر أتمنى أن لا يفهم ذلك أن لا يذهب في هذا الاتجاه وأعتقد أنه من الذكاء أنه لا يذهب في هذا الاتجاه أنا أظن سيد محمد العبي أنت تعرف خبية الأمور خاصة نتيار الإسلامي في الجزائر بلي حمس كواديرتها ولو يشوف يقول لك نحن كنا في الرئاسة كنا في الحكومة إتلاف رئيسي كستيماد كرافطات طنبيلات فوياجات ديور نظافيارات ذكو يخرجنا ولنا في البوزيسيون وطحت بهم طنبيل مع دمش ذكو متهوج على جيل طنبيل هل نظام اللعب على الواتير هذه لكي يجبد حمس مرة أخرى لإتلاف رئيسي؟ شوف داخل حمس فيها واليها فيما يتعلق بالقيادات أما القواعد فأنا أكد لك شيء قواعد حمس من أفضل ما يوجد في الجزائريين نحكي على الشعب البسيط داخل حمس ووسطية تفكير جيد اعتدال هذا مهم جدا ونحتاجه بقوة ولازم ينتشر بقوة في الجزائر هذا الطيار عموما مش شرط هو حمس ولا يعني طيار الاعتدال والوسطية لكن في القيادات فيهم وعليهم فيهم وعليهم فيهم من يريد الدنيا وفيهم من يريد الآخر نرجع للأستاذ محمد العربي زيتوت عندك خبصة 20 سنواته 20 عشرين 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 هذا المطرق والثيري فقضية تونس تحليلك الى تونس كان جدا صائب رؤيتك الى الاوضاح في سوريا وفي ليبيا كان جدا صائبة في بداية الامور كان حسك تجاه الامور والتغيرات في المشهد السياسي العربي صائب ومتسبق للعديد من الرؤى حيثت الناس ويقولوا لكم مرابطة جدك قلت لهم اسمنا الجاية يطح بن علي اسمنا الجاية البسجل باب وعطاها لكن رؤيتك الى الجزائر كل عام تقول لنا بالنظام هذا سيشكى على الطوحان أو إنه على الطوحان إنه في توري الطوحان رؤيتك الى الجزائر دائما كانت فالسو لماذا؟ نظام فالسو ما عندكش كيفاش تحسب له ما عندهمش ديولوجيا ما عندهمش سياسة ما عندهمش تراتيجية ما عندهم ولا شيء ما عندهمش تفكر تع دولة ما عندهمش تفكر تع حكومة ما عندهمش حتى تفكر تع تاج صغير أنا عايت لذلك خطاكتية واش قلت له لي لا موليتش قل لي قلت لتي أخير عندكم سبعة رواحة قل لي سبعة رواحة خير ما نسمع وجوه فلأ تسمع نظام بتاعنا عنده سبعة وجوه ويقدر يتأقلم مع كل المواطيات ذكروا ويخوف فينا بداعش وبالالانسيكوريتي وبالاقتصاد وبالتاقة سوف تمضي الأمور وسوف يجيبنا ذكاء يحياء والنظام هذا مستمر واتمركم زلتوا تعيطوا في رشاد والفي كل التحالفات الأخرى والأياد الخارجية كما يسمونها هو ممكن هو موقع لهش كثير هو هذا المؤكد هذا المؤكد لكن شوف هو كين حاجة وممشعر في حاجة هو مرام كما واحد دركب في باخرة هكذا هي مقربة من كل مكان بابور يعني مقرب في كل مكان ومكسر 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 يعني ما همش ولا فكرة كيفية تدار حتى بلدية يعني تتروح العاصمات ترى كيفية البلديات موسخة في العاصمة عاصمة البلد يتكلمون عن السخري يقول لك نحن نقدر نحافظ على البيئة مشكلتهم نفعتهم حاجتين وثلاثة الحاجة الأولى نفعتهم هما مؤقتاً صحيح يتخرى في البلاد وتخرى في المجتمعين الحاجة الأولى أموال البترول 98% من مداخل تاعة الجزائر من البترول من ما أعطان ربي لا يدروا ولا شيء هم يأخذوه ويصفوا بأخر الريع كان حليف هذا النظام الرافيء الريع والإجراء من بشار وأمثال بشار ثم الإنقلاف في مصر جاءت خلى الجزائريين وأنا نظن هذه فيها حكمة فيها دكاء سراحة أنا الآن أنا شوف معارضة النظام كذا لكن ما نش مع أنه يسقط النظام بهذه الطريقة المريعة يجب أن يكون لدينا تفكير ذلك كيف ينظر؟ كيف ينظر؟ محمد عربي زيتوت ومن رأيه الراشد هذا الانتيتي بوليتيك للناس ما زالوا لكم واش فاهمين يقول لك هذا فيها غرل نخبة ودسكورتاكم نخبوي ما كونش متجذذيرين في المجتمع الجزائري ويتحاوسوا تدروا تغيير من صالونات جوناف ولندن أو طح النظام كيف ينظروا؟ نحن حرنا في بعض الناس بعض الناس الذين يكتبون يقولون أنت خطابك مبسط بسيط البعض يكتبون يقولون خطاب يا أخويا خطاب شوية نخباوي لا رشاد ليس نخباوية وليس شعباوية رشاد تتجه للشعب الجزائري تخاطبه بما يفهم لأنه لا تنسى نرسى عليه السلام في حديث شهير يقول خاطبوا الناس بما يفقهون تريدوا أن يكذب الله ورسوله قضية الخطاب بما يفقهون الآن فيها تعرف جامعات كبرى الآن في العلم الإتصالات وعلم الخطابة تستند كلها على هذه النقطة اللي هي خاطبوا الناس بما يفقهون بما يفهمون وانا خطابنا هو هذا ما هي الوسيلة الأنجع لكي يكون تغيير سليس في الجزائر بدون عنف أفضل طرق هي الطرق اللاعنفية يحسبوها طرق سلمية وكل يحتاجونها طرق عنفة لا طرق اللاعنفية إذا اقتصرت الحديث عنها لا يوجد الخضوع الخاضع للنظام وصبر لا يوجد سلاح طرق اللاعنفية هي ما بين الاثنين بحيث تواجه وتواجه المنكر وتواجه الشر وتواجه الفساد وتواجه النهب وتواجه كله لكن تواجهه بدون مترفة سلاح في يدك لأن لعبة السلاحية لعبة النظام نسمع ليزا قرنون والبنتورا والتريبل ويفي والدبل كاربيراتور والأبو العتاريس نسمعهم من الأيدي الخارجية واثنين نسمع محمد عربي زيطط هل صحيح محمد عربي زيطط طب مورك قطر والمخزن يمدون لهم فلوس باش تبديروا البلبلة في الجزائر والله يشوف أنا تصريحاتي واضحة حتى على المغرب وعلى قطر وعلى السعودية وعلى الجميع وأقول هؤلاء لا يقللون استبداد عن نظام الجزائري الفرق فقط أنه في قطر أذكى فما دمروش بلادهم الفرق في المغرب أذكى فالنظام ما دمروش بلاده لكن في الاستبداد في القهر هذا ما عنديش فيه شك هل لو واحد تدعمها دول يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ لا يستطيع أتحدى أي إن كان في أي وقت في أي زمن أن يأتي ولو بذرة واحدة تثبت أننا نتلقى دعم من أي دولة أو حكومة في الخارج أنا أو رشد مستحيل لأنه باختصار بسيط من يعطيك سنتيم واحد يتحكم فيك نحن لسنا قابلين ولا يمكن أن نقبل أن نكون عملاء تقطع رؤوسنا أفضل من ذلك سوف أعطيك لك سوف أعطيك البدء أعطيك تلك الحصة والكتاب سوف أعطيك أنا أعطيك ملحة أشكر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا دائما نتألم لها يعني بقدر ما افرح انو ادعو الله نكون منهم الناس شهداء اللي دفعوا ثمان على هذا الوطن العزيز الغالي للاسف احنا كثير مننا مرات قضيناها انشيد بدون نفهم ما نفهم معناها لما كنت نعقب في لارمين تاعي في العامين ما بين سبعة وثمانين وثمانين كانت في الكاظيرنا مملوئة بالانشيد لكن كانت لي يدخل لهذه الثكنة يكرهوه في الوطن يكرهوه بتصرفاتهم وبتعاملاتهم وبالنهب اللي يشوفوا امامه هذه استشارة تدريب فقط وانا كنت في البليدة والبليدة هي افضل اماكن يقولوا افضل المدارس للأسف النظام قدى شوية قشور مرة مرة يمررها لكن حطم الوطنية عند الجزائريين لدرجة الجزائري يفضل يهرب ويقطع البحر وممكن يموت فيه يكلوا الحوت وما يمقتش في البلاد يقول لك لا خير من لي يكلني الدود برغم اني مرات اشعر بألم لكن دائما اشعر بانهم اللي تستشهدوا افضل منا بكثير اللي احنا شهدنا هذا الوضاع وما زلنا فاشلين اننا مغيرنا هاش مرحبا الله مرحبا الله مرحبا الله تشارت الحسة انا بدي بك ساعة ساعة دير سبورة كتابة واني جبتك واحد قدك XXL الله يبارك فيه شكرا لك عدك صحيح لايسترك ايدك مبروك منتك هذلك شكرا على قبل الدعو صحيح جعلك الله ومفتاح عند خير ايد مبارك الجميع لايسترش الحمال ليك عزي الفقر خير السيد محمد العربي زيتط عزي الفقر خير محمد العربي زيتط مرحبا الله ايد محمد العربي زيتط مرحبا الله شكرا لك